مرحبا بتمنى تكونوا بخير وإما كنتوا عم تسمعوا طائد حب وبتمنى تكونوا عم ترتاحوا أو عم تسمعوا لحالكم ترتاحوا منيح خلال هيدا الفصل من السنة اللي بطبيعته بيدعينا للراحة وللسكون وللهدوء كمان الأهم بتمنى أنه الكل يكون دفيان بظل موجة البرد القوية اللي عم نشعر فيها بكتير من البلدان خاصة بالبلدان اللي شهدت عواصف كتير قوية وموجات برد كتير قاسية شفنا كتير من المدن ومن البلدان مرأت به هيدا الموجة من البرد بتمنى الكل عن جد يكون دفيان وبطاقة مرتاحة وكمان عم نطاقة حب بعد طاقة حب كتير كبيرة وطاقة دفا كتير كبيرة لكل الأشخاص اللي أجبروا يكونوا خارج بيوتون أو خارج بلدانون نتيجة الحروب بأماكن عم بيطاروا يكونوا عايشين فيها فعليا منها مجهزة لفصل الشتة وللدفا فطاقة حب ودفا للجميع وطاقة سلام وحب للجميع تتسمعوا هيدا الحلقة بنصحكون تحطوا بوزة وقفوها شوي للحلقة إذا كنتم أكيد موجودين بالبيت تحضروا بريق شاي تحضروا فنجين شوكولات ساخن هوت شاكلت للي بيحب الهوت شاكلت متة للي بيحب يشرب متة أو قهوة للي بيحب يشرب قهوة أو اللي عم بيشرب أي شي دافة أو ساخن يكون عم بيحضر القعدة تتلفلفوا بحرام تقعدوا بمكان دافة وتتركوا حتكون دفتر أو ورقة أو قلم إذا حبيتوا تاخدوا أي تدونوا أي نوت من القصص اللي حكون عم بيحكيها وتقعدوا تسمعوا وتستمتعوا بالحلقة حكيت الأسبوع الماضي أنه شهر يناير أو كانون الثاني أو جانيوري فعليا منه شهر للبدايات الجديدة منه شهر للحماس، للمشاريع، للركض، للطاقة القوية هو مثل اسمه شهر للكنكنة بالدفع، للجلوس، للهدوء، للسكون، للراحة، للمراقبة، للانتباه، للاستماع لنعمل ريفلكشن وانتروسبكشن يعني مجرد ما نكون نحن عم نقعد ونهدى ونروق ونسمح لحالنا أنه نرتاح بطبيعة الحال اللي حنكون عم ننتبه على كتير إشياء بتكون سريعة عم بتمر من حدنا نحنا مش عم ننتبه لها منقدر نسمع على إيجابات نحنا بحاجة نعرفها أكتر عن حالنا، عن حياتنا، عن أمور شغلت لنا بالنا فينا نكون عم نطلع جواتنا ونعمل هالانتروسبكشن أو النظر إلى الداخل اللي كتير نحنا بحاجة لقلو بيظل الحياة السريعة اللي منحس فيها كل الوقت مثل كأنه نحنا آلات عم تتحرك بسرعة عايشين ببنجة عمومة كل الوقت بأمنيجة معينة لأنه كل اللاوعي الجماعة يأخذنا بسرعة خيالية، بسرعة قصوى عم ننسى حالنا، عم ننسى نحس بجسمنا، بحواسنا فصل الشطة بيجي ليقلنا لازم نهدى، لازم نروق حتى قبل ما يصير في شيء اسمه عصر السرعة وعصر التكنولوجيا وكل القصص الحديثة اللي بالمعاصرة الموجودة بحياتنا طول عمره فصل الشطة، إذا بننظر للفلاحين وللناس اللي كانت تعيش بالكرة كيف بيحضروا حالهم تدريجيا لهيدا الفصل كيف بيحضروا المونة، ليكون كل شيء حواليون هن بحاجة لقلو كيف بيمشوا مع ساعات الطبيعة وساعات الأرض كيف بيمشوا مع ساعة جسمهم كيف بيمشوا مع طبيعة الأرض والطبيعة اللي هي حواليون أيا ساعة بيوه، أيا ساعة بينامه كيف بس بيقعدوا وبيهدوا، بيقعدوا حد النار والقعدة حد النار بالكرة أو بالمجتمعات أو بالبيئات اللي بعدها بتولع نار وبتدفى مش بالتدفئة العصرية الموجودة داخل البيوت والمباني القعدة بحد ذاتها قدام النار أو الناس بس تتجمع أو العائلة أو الناس يعني الأقارب أو العيال أو الأصحاب كتير فيها mindfulness، كتير فيها هدوء كتير بيكونوا موجودين، بيكونوا عم بيتحدثوا أوقات بيكونوا بس كتير عم بيتفرجوا عم بيسمعوا لصوت النار لأنه إذا تنتبهوا لصوت النار كمان أداء بيعطينا كتير نوع من الهدوء بيخلينا نفوت على حالنا من جوة بيخلينا نفهم كتير قصص بيوحيلنا، بيلهمنا بكتير إشياء النار بحد ذاتها يعني كمان فيها روح بتكون عم بتحكينا كل هيدا التفاصيل إذا نحنا منرجع منتطلع له ومنحاول إنه شوي شوي نرجع على حياتنا هلأ اللي عايشين بالمدن أكيد ما رح يقدروا يمكن يكون عندهم هيدا طريقة العيش بس منقدر حتى بحياتنا المعاصرة نخلق جو بقلب بيوتنا أو بالمكان اللي نحنا فيه قد ما كان ممكن قريب له هدوء فصل الشتاء ولكن كانت فصل الشتاء ولهالقعدة الهادية اللي بتخلينا عن جد نرويق راسنا نرويق جهازنا العصبة نرويق صرعة التفكير وكترة التفكير والقلق للمستقبل وشو فيه بعدين وشو فيه بكرة وشو بخبيت لنا السنة بس نقعد مع نفسنا مع قلبنا مع حالنا مع جسمنا مع الناس اللي منحبه مع أفكارنا مع واطفنا شو ما كان كل شخص وين هو بأي مرحلة بحياته لأنه هيدا الشي اللي بيخلينا نتحضر شوي شوي لنفوت بعدنا بفصل الربيع وبعدين الصيف ومنرجع منبلش دورة جديدة مع الخريف والشتاء فصل الشتاء مع كل جماليته ومع كل الجمال اللي بيعطينا يا التلج بالأماكن أو بالبلدان اللي بيصير فيها تلج كمان هو فصل آسة يعني فيه بلدان فيه أشخاص بيعانوا فيها فيه ناس بتتعب لأنه فصل الشتاء طويل عندها أكتر من بلدان تانية ساعات الشمس قليلة أكتر بتكون الجو داكن أو جلومي أو رمادة فيه ناس بتتعب من هيدا الجو فيه ناس اللي هاجرت عبلدان جوة بهيدا الطريقة معوضة على كانت بجزء آخر من الكرة الأرضية راحت على جزء آخر فمنا معوضة على هيدا الشي جسمة كمان أخذ وقت ليكون عم بيرقلج ويتبع هيدا هيدا النمط أو هالساعة البيولوجية الجديدة فيه ناس بتتعب فيه ناس ما بتحب أبدا هيدا الشي فيه يكون متعب نفسيا فيكم متعب عاطفيا إلى جانب الأمور الحياتية اليومية اللي بيكون الشخص عم بيمر فيها بحياته في ناس بيستسعب عليها طوع الصباح بالبرد وبالصقيع وتقوم وتروح على شغلة وتشيل التلج عن سياراتها فكل هول القصص بتخلينا كلمان نكون عم نقطع فيهم شوي شوي إنه نحنا نهدى ما نكون سريعين كل الوقت وعم نركض كل الوقت ونبدأ مشاريع جديدة بهيدا الشهر يعني حتى شفنا مؤخرا هيدا الأسبوع بالكواد بالمملكة العربية السعودية كمان أصار فيه تلج يعني الموجة للبرد والتلج أصابت تقريبا جزء كتير كبير من الأشخاص اللي عايشين به هيدا جزء من الكرة الأرضية فكلنا بمحل معين عم بتذكرنا الحياة إنه نقعد ونهدى ونمشي مع هيدا الوطيرة الفيا راحة واللي بتدعينا لأنه كون نحنا عم نسمح لحالنا نرتاح إلى جانب إنه فصل الشتي بيدعينا للراحة ومطلوب مننا إنه نحنا نعرف نخصص وقت لنهدى ونقعد ونرتاح اليوم كمان رح أحكي ليش نحنا منخاف نرتاح وليش منوقف حالنا أو منلاقي شي نلهي حالنا فيه كل ما نلاقي معنا وقت للراحة أو الحياة عم بتخصص لنا وقت للراحة أو أخديني بريك من شغلنا أو أي شي ليه منخاف إنه نكون عم نعمل شي لنفسنا نكون عم نريح حالنا عم نريح جسمنا وعقلنا وتفكيرنا إلى جانب هولي كلهم هيدا السنة إذا بنا نرجع للشينيز زودياك أو أسترولوجي هي سنة الووتر رابط أرنب الماء اللي بيقولوله وهي السيمبل أو المعنى تبعوله طاقة أكتر ين أنرجي طاقة بتميل للهدوء لنمشي مع طاقة إنسيابية لنمشي مع الفلو ما نكون كتير في حماس ونار وقوة أكتر بدنا نكون عم نهدى لنكون ماشيين بالتناغم مع هيدا الطاقة وفصل الشتة بحفظاته هو ين أنرجي يعني هي طاقة الين اللي هي أكتر كمان هدوء جلوس النظر للداخل العيش بشكل تدرجي ما نكون عم نعمل إشياء طاقتها قوية طاقة لبرة أكتر الطاقة اللي بتفوت لجوه من هيك كمان مهم نكون عم نتناول بفصل الشتة المأكلات اللي عندها طاقة لين أكتر بمحالات نكون عم نعمل أكيد عم نعادل الإشياء لما يكون جسمنا عم يتعب كمانا كتير مهم نتذكر أنه هلأ بهيدا المرحلة عنا كمانا بعلم الفلك وبالكواكب في عنا كواكب كمانا بعدها بمرحلة الريترو جريت خاصة ميركري ومارس وشفنا بهيدا الأسبوع حركة الملاحة الشي اللي صار بأمريكا وقتها كل التيارات كل الطائرات طريت أنها تكون عم بتهبوط يكون فيهبوط لحوالي يمكن أكتر من ألف ومئتان رحلة لأنه وقف السيستم ولما يكون فيه أي حالة خطرة بالجو كل الطائرات طريت أنها تكون عم بتغط بكل المطارات بأمريكا بارح بريتانيا كمانا وقف كل الميليك سيستم كل شي خاصه بالبريد كمانا صار فيه عطل وهولي كلهم خاصهم بالكوميونيكيشن وخاصهم بالمواصلات وبالتواصل لكوكب عطارد أو ميركري مسؤول عننا هيد الأحداث كلها بتصير مع هول الأشخاص اللي بيضطروا يوقفوا سفرتهم أو تتعرقى الأشياء أو يهدوا أو يروقوا لأنه كمانا فيه كوكب عم بيقلنا عايشين أنتوا بسرعة كمانا بدنا نهدى بدنا نروق سفرتنا وين كانت أخدتنا شو كان الهدف كنا مستعجلين كل هالقصص بتصير يمكن بتعرق الأشياء كتير كبيرة ومهمة لكتير أشخاص أو لكتير مؤسسات بس كمانا بالآخر فيه عبرة لكل شي فكل شي بدنا نعمله بهيدا الفصل من السنة أنه نكون خاصة بهيدا الشهر والشهر التاني نكون نحنا عم نهدى لشوي شوي نتحضر لفصل الربيع طائد فصل الشتي كمانا هي بجسمنا هي زبادتكن الأورجن هو الكلاوي الكدني والكدني هن محل ما بتقعد الطاقة الكي أو لتشي هي اللي بتعطينا القوة كلها هي اللي إذا كانوا كلاوينا تعبانين وما عم بيشتغلوا صح بيصير فيه كتير خوف بجسمنا بيصير فيه تعب عضلاتنا بتصير عم بتزم أكتر بيصير فيه أكتر سقعة وبرد داخل الجسم الطاقة ما بتكون عم تمشي صح بيأثر على دورة دموية تابعولنا منصير عم نبرد أكتر عم نحس قضمينا باردين كل الوقت كل جسمنا بيتأثر لأنه الكلاوي بيلعبوا دورة كتير مهم هن عم بينطفوا كل شي وهن عم بيدخوا كمان اللي يكونوا عم تمشي عم يمشي الدم والكريات الحمر صحيحة بجسمنا كتير مهم أنه نكون احنا عم ندف حالنا وعم نرتاح لأنه إذا مشينا بعجلة وبيسرعة ومقلعين بالسنة وبدنا نعمل كتير مشاريع عم نحط كتير إذا ما عم ننتبهي كمان على نوعية أكلنا وعلى صحة جهازنا الهضمة اللي كتير بتتأثر فيهن الكلاوي كمان هيدا شغلة كتير مهمة فنحنا لا الكلاوي ولا فصل الشتة ولا جسمنا مهمة كمان نكون عم ناخد إشياء دافية إشياء صخنة حتى الخضار ما تكون خضار رو يعني ملنا نية الأفضل تكون مطبوخة لنكون جسمنا عم بياخد غزة كمان مننا لطاقة الرحم ولمنطقة الرحم كمان يكون حتى لمعدتنا ولمصارينا كل شيء يكون عم ناخده دافي فكل تفاصيل إذا منتطلع عليها الطبيعة الأرض كيف جسمنا أي أعضاء بجسمنا بتكون عم تمشي مع فصل الشتة حركة الكواكب الفلك كيف بيكون كل هيدا القصص إذا بنحطها كل حد بعضنا بتدل إنه قدان إحنا كل شيء عم يدعينا للهدوء والجلوس والسكينة حتى إذا منتطلع نحن على الحيوانات بفصل الشتة منشوف أنه بالشتة بكل المراعي كل الأبكار الأغنام الماعز كلهم بيكونوا بيها الفترة بأماكن دافية بهيدا الفترة ما بيخرجوا لبرى على المراعي بهيدا الفترة أغلبيتهم بيكونوا عم بيتحضروا للإنجاب يعني بيكونوا الأبكار حامل الماعز بيكونوا بأواخر فصل الصيف بلش يصير في حمل بيكونوا بكل هالفترة عم بيرتاحوا ليكون فيه إنجاب مع بداية فصل الربيع الحيوانات اللي عندها فرو بالبلدان اللي فيها حيوانات عندها فرو سميك منلاحظ كمان أنه بهيدا الفترة من السنة أو قبل الفصل الشتة بشوي بيبلج جسمهم تلقائيا بطبيعته بحكمته يصير عنده عازل يعني طبقة تانية من الفرو بيصير عم تطلع أكتر بجسمهم لتساعدهم يكونوا عم بيدفوا في منهم بيروحوا للنوم أكتر أو بيخزنوا طاقة بيحاولوا يريحوا حالهم لما يكونوا عم بيصرفوا طاقة لأنه بس يصرفوا طاقة راح يكونوا عم بيبردوا أكتر فبيكونوا عم بيخزنوا كل شيء بحكمتهم اللي عندهم إياها ليكونوا أكتر دافين مش إنهيك كمان بيكونوا عم بيحضروا كل الأكل أو المونة تبعولهم على طريقتهم بأماكن دافية تحت الأرض أو بالكهوف أو بالأشجار ليكونوا محضرين لهيدا الفصل العصافير أو الطيور منلاحس كمان كلهم بيكونوا بمكان واحد خلال هيدا الفصل النباتات بحاجة لهيدا الفصل ليكونوا عم بيعملوا روتينج لأن يكونوا عم بي كمان تحت الأرض عم بيحضروا للجزور تبعولهم عم بياخدوا من التلج عم بياخدوا من الماي الأشجار ولو بيكونوا كأنه عاريين بلأ أوراق بس هنه كمان بيكونوا عم بيحتكوا بطاقتهم بين بعضهم تحت الأرض وعن بيعملوا روتينج بين بعض كأنه عم بيتضامنوا لو يتساعدوا بعضون يقطعوا هيدا المرحلة لشوي شوي بلش يحضروا كمان لتتفتح البراعم ليسير في براعم وتتفتح بفصل الربيع حتى منشوف بفصل الشتاء أنه الحيوانات يعني الأبكار والماعز والغنب اللي بيعطونا المنتوجات الحليب والمنتوجات اللي نحنا بنرجع بنعملها مبنية على الحليب بهيدا الفترة من السنة بيكونوا مثل ما قلت بمرحلة الحمل ما بيكون فيه عم يعطونا حليب فيه حكمة من هيدا الموضوع لأنه لجسم الإنسان لطاقة الإنسان من الأفضل ما نكون عم نتناول منتوجات الحليب بفصل الشتاء لأنه بنظام الأيد عننا وقتنكون نحنا عم ناخد القلبين والأجبان بتكون عم تعطي مادة بالجسم اللي هي البلغم اللي هي فعليا بتبرد الجسم يمكن نحنا أكتر بحاجة لقلب الصيف لتكون عم بتبرد لنا جسمنا مثل ما فيه ناس بتشرب لبن بالصيف لتكون عم بتبورد أو عم بيبرد جسمها لأنه بيكون فيه حرارة عالية بالشتاء نحنا مش بحاجة لهيدا الشي لأنه إذا كان فيه مادة البلغم كتير بالجسم اللي بتخزن كتير بالرواية نحنا أكتر الجسم عرضة يكون عم يتعرض للإنفلونزا للرشح للأمراض اللي بتوجع الجسم بتوجع العظام بتخلينا مش بتناغم بصحتنا الجسدية فكمان منلاحظ أنت نطلع من الحكمة الموجودة بطاقة الأرض والنبات والأرجار والحيوانات وهنا كيف من دون تدخل الإنسان ومن دون ما يكون نحنا عم نفرض على الحيوانات يعطونا منتوجات نحنا عم نستخدمها بهيدا الفصل هن لحالهم بيعرفوا بيصير في حمل بأواخر الصيف هن بيكونوا عم بيهدوا بالشتاء ليكون كمان عم بيخزنوا هيدا الشي بعدين لأطفالهم ونحنا بهالفترة من السنة الأفضل نكون عم ناخد إشياء استخنئة إشياء دافية إشياء مطبوخة بعيداً عن القلبان والأجمال ليكون كمان جسمنا مرتاح وعم نهضم بطريقة صح وصحتنا ومناعتنا بتكون مرتاحة أكتر كله بيكون عم بيكمل بعضه هيدا كله بيكون عم بيعطي راحة للجسم إذا عم نحكي عن الراحة اليوم هيدا كله بيكون عم بيساعدنا حولينا عم بتكمل كل هالعناصر بعدها لنكون نحنا مرتاحين بس نحنا بحياتنا العصرية الإنسان اللي عم بده يسيطر على كل شي وبده يكون عم بمشي السوق ويمشي الاستهلاك ويمشي كل شي قرر إنه لأ نعطيهم هرمونات للأبكار نفرض عليهم طريقة عيش وطريقة حتى هن بيجسمهم كيف كون عم بيتصرف بطريقة مختلفة لنكون نحنا عم ناخد هيدا المواد بالشتة ومنلاحظ الناس بتعمل رشح أكتر بالشتة لأنه مادة البلغة موجودة أكتر بجسمنا وهي اللي بتخلينا كمان نسعل أكتر نعطس أكتر كل هالقصص والتفاصيل إذا مننتبه لها ونغير كمانا نحنا كيف عم ناكل وعم نرتاح بالشتة منلاحظ إنه فينا نكون عم نقطع هيدا المرحلة دفينين أكتر وهيديين أكتر وجسمنا مرتاح لأنه الراحة مش بس إنه ننام ونقعد وما نعمل شي الراحة كمانا شو نحنا عم ناكل شو عم نفوت على جسمنا كيف عم ندف معدتنا كيف عم ندف قدمينا كيف عم ندف راسنا ودينينا كل هولي بيلعبوا دور لنكون نحنا جسمنا مرتاح بالتالي نحنا مرتاحين إذا سحطنا مش مرتاحة نحنا بقلق وبتعب وبقصاص متعبتنا كل الوقت حتى التاليج إذا بنا نطلع على التاليج لأشخاص اللي عايشين بمناطق بيصير فيها تاليج أو مناطق جبال ما بعرف إذا صار لكم شي مرة أكيد تطلعوا لبرة وتشوفوا وقت تكون عم تطلوش الدنيا قد يكون في سكينة إن كان خلال النهار أو إن كان خلال الليل منلاقي إنه الطبيعة ساكتة عن جد ساكتة بس نوصف بالشعر وبالأدب إنه الطبيعة هيكي كأنه لابسة معطف أبيض وكل شي ساكت وكل شي هاد لأنه كل الحيوانات مخباية ونايمة بمحلات لاتكنية عم تتدفع الناس كلها قاعدة ببيوتها بس في الطبيعة والأشجار والتلج اللي عم بينزل على الخفيف بينزل شوي شوي وبيعطي اللون الأبيض مع الضواب اللي بيكون موجود كله على بعض وبيكون عم يعطينا عن جد نوع من السكينة يعني إذا نطلع على التلج بينا نكون عم جد عم نروح ونصرح بأحلاب كتير بعيدة ونكون عم نفوت على حالنا لأنه كمان إنعكاس اللون الأبيض بيصير عم بيفوتنا كمان أكتر على حالنا إذا عم نتفرج عليه باللال كمان كيف الألوان بتختلف إذا عم نمشي والتلج عم بينزل علينا بعيدا عن النشاطات اللي خاصة بسكي أو بالتزلج أو بأنه نعمل رجل الثلج مش عم بحكي عن كله اللي عم بحكي عن وقته بس هيك عم نتفرج على التلج من الشباك أو خارج المنزل كله هيدا بيدعينا أنه عن جد نحس بالسكون طبع الطبيعة ونحنا بالتالي رح تكون عم تلهمنا نفوت على حالنا من جوا وإذا نحنا راسنا مشغول ومش عم نرتاح وملهيين وبس بدنا نصور ونحط صور على إنستغرام وعم نركض وما بعرف شو أكيد ما رح نهدى وأكيد ما رح نرتاح وعم نعمل مشاريع كتيرة ما عم نرتاح فخلينا بهيدا الفصل وبالأيام المتبقية من هيدا الشهر وبالشهر التاني من السنة تكون عن جد عم نعطي حالنا وقت إنه نرتاح ونسمح لحالنا نرتاح وما نخاف إنه نرتاح نحنا للأسف تبرمجنا أو صرنا بمحلات باللواعي طبعولنا باللواعي الفردي واللواعي الجماعي صارت الراحة مثل كأنه شي غلط وشي عيب إنه نكون نحنا عم نرتاح أو كأنه علامة ضعف أو تلكق أو علامة كسل أو علامة كآبة أكيد مش عم بحكي عن الأشخاص اللي عم بيقطعوا بمراحل بحياتهم عايشين اكتئاب قوي في عندهم قصص صحية في عم بيقطعوا بمراحل بحياتهم حاسين إنه بس بدهم يقعدوا مش قادرين يقوموا أو فائدين الرغبة بالحياة عم نحكي هون عن وضع آخر بس الناس حتى هؤل الأشخاص إذا كانوا تعبانين كلنا الناس اللي عم تقطع بأشياء مقلمة أو تقيلة أو نحنا يعني أي حدا مننا كشخص بحياته اليومية حتى لو عم نروح على الشغل فينا نكون عم نكرس هيدا الفصل أو هالوقت بنسلنا نكون عم نعمل كل شي بهدوء يعني لو مش قادرين نكون بالبات بوقت يمكن عم تمطر الدنيا أو عم تتلوج أو منحس إنه عابلنا بس نقعد ونكنكن مضطرين نروح على شغلنا نكون عم نعمل القصص بهدوء مش بعجلة عم نسوق بهدوء عم نبلش نهارنا بهدوء هيدا كله بيخلي يكون في راحة بنهارنا مش طاقة سريعة ووطيرة سريعة السيستم بكافة مجالاته برمجنا من إحنا وصغار من وقت ما كنا بالمدارس إنه مثل كأنه الراحة هي مضية على الوقت ومنسمعها كلنا وبظن كلكم نسمعينا بحياتكم إذا ولد أو تلميذ قاعد شوية عم بيرتاح كأنه عم بيضيع وقته عم بيروح عليه شي لازم نغري نوعه بكين نروح على المدرسة بالمدرسة ما لازم نرتاح نجا على البيت أنجا منتغدى ما منلحق نعطي حالنا وقت لنهضم الأكل لازم نقوم دغري ندروس لأنه في امتحانات لأنه في علامات لأنه في استحقات يومية بحياتنا إذا شافوا الولد بعد فيه لها لأنه إذا شافوا الولد قاعد عم بيرتاح بيصيروا عم بيصرخوا فيه أو عم بعيدوا عليه لازم يكون عم بينجوز في أهالي بعبونهم أوقاتهم لولادهم كل الوقت نشاطات لما يكون عندهم أي وقت فراغ هذا الشي ما عم بيريح الطفول وعم بيخليه حس أنه كل ما عنده وقت لأكون مع حالي لازم يكون أنا عم بالتهي لأنه عم بيحدله من قدرته على الخيال عم بيحدله من قدرته على الإبداع ولو عم بيكون عم بيعمل نشاطات عم بتبين له مهاراته بس كمان الولاد بيحاجة يرتاح فكلنا تبرمجنا بمحال إذا عم نلعب عم نضيع وقت إذا عم ننام عم نضيع وقت بمعونة بكير حتى بس فصل الصيف لنقوم نروح نعمل شيء أو نساعد أو نشتغل لأنه ما لازم نكون عم نرتاح والنوم والراحة صاروا عند أغلبية العالم مربوطين بي كأنه هن كسل أو هن ضعف حتى في جزء كبير من اللايف كوتشز أو الناس الموتيفيشن السبيكر أو الأشخاص اللي يعني عندهم تأثير على الناس أو بيحكوا أو بيشجعوا أو خاصة بعالم البزنس لازم نوع بكير ولازم ما تناموا يعني وارك هارد وسليب لس وموف فاستر كل شيء لازم يكون سريع سريع ولايف إز شورت وطايم إز ماني كل هال مفاهيم اللي نحطت براسنا كلها تبرمجنا عليها وكبرنا عليها وبعدنا عم نشوفها وحولينا واجت السوشال ميديا يعني وكأنه نقصنا كان السوشال ميديا والحياة السريعة لتقلنا أنه لازم كل شيء يكون سريع ولازم ننجوز أكتر ولازم نتو مالتي تاسك ولازم نعمل كذا شغلة بنفس الوقت ويكون عنا شغلة من التسعة للخمسة ويكون عنا عم نشتغل هارد وعم نشتغل كتير وقوات أكتر من شغلة ودوامات مختلفة لأنه نكون عم نطلع مصاري أكتر لأنه إذا طلعنا مصاري أكتر منكون نحنا ناشحين ومنكون نحنا منجزين ومنكون نحنا منتجين يعني كل مفاهيم النجاح والإنتاجية وأنه نكون مقشوعين والناس عم بتزقف لنا صارت مرتبطة بي واتيرة الحياة السريعة وبالإنجاز كل الوقت وقتها يتبرمج لوعينا على هيدا الشيء ونشوف أهلينا نحنا وصغار أنه كل وقتهم بالشغل امنع بشغل البيت إذا كانت يعني ما بتشتغل خارج المنزل أو إذا بتشتغل بعد منشوفها أكتر كمان عم بتتعب بره وجوه البيت كمان بوظيفته كل شيء عم بيعلمنا أو علمنا كل حياتنا أنه وقتها ما يكون معهم وقتها يقعدوا معنا وقتها ما كانوا يلعبوا معنا عم بحكي يعني الناس لأهليهم ما كانوا يقعدوا أو يلعبوا معهم أو يعطوهم كواليتي تايم كل هيدا الشيء بيبرمج براس الطفل أنه الراحة غلط نحنا الآن بظلنا عم نشتغل وعم نركض وعم نعمل لأنه هيك بيكون النجاح ونظام المدارس هيك بيحط براس الولد والجامعة والحياة لبعدنا كل هولة هن المعتقدات المحدودة أو الموانع أو القصص اللي عم بتحدلنا من قدرتنا على أنه نحنا نرتاح لأنه إذا بدنا نقعد نرتاح بيطلع دغري العقلنا بيطلع لنا كل هيدا الأصوات عم ترتاحوا عم بتناموا أنتوا هلأ عم بتكونوا كسلينين أنتوا هلأ ما عم تنجوا أنتوا عم بضيعوا وقت راح نص نهاركم بالنوم في ناس بتقعدوا بتحسب أنه سبع ساعات بالنوم بنهار هلأ قد بالأسبوع هلأ قد بالشهر هلأ قد بالسنة هلأ قد من عمركم عم بيروح هلأ قد عمركم منه للنوم ولأنه وصلنا عم نشوف كتير حولينا ناس عم تحكي بالمنحة الآخر إذا بدنا نقعد نرتاح بالمنحة الآخر بمعنى أنه لازم ننجوس كل الوقت منصير كأنه نحنا غلط هن الصحة ونحنا الغلط بالوقت اللي مثل ما قلت بداية الحلقة طبيعة والأرض والمواسم والحيوانات والكواكب والدني كلنا عم بتقلنا بليز قعدوا روقوا ورح تعرفوا من حالكم إنه بهيدا الشهر بتحسوا طاقتكم باردة أكتر بتحسوا حالكم تعبين بتحسوا حالكم عم توع الصبح ما قلكن جلادة مش أنتوا غلط فيكم ما في شي بحياتكم مش عم تمرقوا بشي يعني كتير قوي أو كتير متعبكم بس جسنكم بطبيعته بساعة البيولوجية عم بقلكم بدي أمشي على مهل نجم نحط عليه ضغوطات وبدنا نروح إلى الجيم وبدنا ننزل الوزن وبدنا نعمل وبدنا نشيل وبدنا نحط بطبيعة الحال نحنا معهم نريح حالنا حتى وقتا يقولولنا إنه الأشخاص اللي بدون يرتاحوا أو اللي بيعطوا بقت للكنك إنه للراحة إنه أشخاص كاسولين هنه بيتعودوا على الكمفورت زون هنه بكل شي فيه فينا نعملوا ونحنا نعملوا باعتدال هنه أشخاص منه نكاسولين الناس اللي عم بتختار إنه ترتاح بالحياة تعطي وقت تعيش اللحظة تعيش بالحاضر منه نكاسول وأكبر برهن على هيدا الشي هنه الفلاحين وهنه المزارعين إذا منتطلع على حياتهم هنه أكتر عالم منه نكاسولين هنه أكتر عالم عندهم انتاجية هنه أكتر عالم بيوعوا بكير وبروحوا مع مع الشمس أو قبل الشمس على الحقل أو على المزرع عندهم بيعرفوا إمتين يقعدوا بيعرفوا إمتين يوعوا إمتين يناموا إمتين يياكلوا إمتين يشربوا وبيعرفوا كمانا إمتين يكونوا عم بيرتاحوا وهنه أكتر أشخاص منتجين وهنه الأشخاص اللي عم بيخلوا كمانا يكون فيه حركة بالأرض ويكون فيه منتوجات زراعية نكون نحنا عم نستفيد منا عم ناكلها فهن أشخاص ناشطين هن اللي بيوعوا بكير وهن اللي بيعملوا كل هالأصص فمش معناته وقتا يكونوا هن عم بيقعدوا ويروقوا بفصل الشدة هن عم بيكونوا كاسولين هن عم بيمشوا مع طاقة الطبيعة وطاقة الأرض فوقتا يجي Life Coach أو Motivational Speaker أو ما بعرف مين اللي بجي قد يخبرنا وينزر علينا ويفوت معتقادات غير المعتقادات اللي أورادي موجودة براسنا بتكون طوعوا بكير وبتكون تعملوا هيك وبتكون تعملوا هيك وبتصير كل الإسقطات ويمكن قصة حياته إله أو قصة حياته لإله لأنه هن بمحل كانوا بحاجة ينجزوا وكانوا بحاجة أو عندهم أحلام مختلفة أو عندهم دوافع مختلفة مش معناته هيدا شي بيتطبق على الكل عفكرة يعني حتى بس نعمل كتب أنه لازم نوعى ساعة خمس الصبح ونبلش نهارنا مش كل العالم فيها توعى ساعة خمس الصبح مش كل الناس اللي حسب نهارك يفماشي حسب جسمه حسب طاقة حسب أهدافها وأحلامها حسب طبيعة شغلة في ناس شغلة أكتر بالليل فما فينا نجي نطبق هيدا شيعة كل العالم ونصير نحنا حاسين أنه إذا طلع هيدا الكتاب اللي بيحكي أنه لازم نوعى ساعة خمس الصبح أو طلع هيدا الكاتب قال هيك أو هيدا الفيلسوف قال هيك يعني نحنا لازم نطبق هيدا شيعة حالنا بدنا نرجع على حالنا نحنا جسمنا شو عم بيقلنا نحنا جسمنا شو عم بيحكينا يمكن في ناس بتحب الحركة كتير تحسها لأنه ما فيها تقعد بالشدة فيها تكون عم تعمل حركة بس فيها تكون عم تعمل حركة خفيفة مش عم بتحط ضغط على جسمها لجسمها يظل مرتاح فكل شي نحنا بنعمله باعتدال وبواعي ومنمشي حسب ساعي جسمنا عم نمشي صح مش نحس حالنا مجبرين نعيش حسب كيف كل الناس عم بتقلنا وكل المؤثرين عم بيقلولنا وكل السيستم كيف عم بيقلنا نحنا نعيش نرجع للحقيقة اللي جواتنا ونتطلع عحوالينا نلتفت عالطبيعة متل ما عطول بقول رح نقدر نعرف عن جد نحنا شو بدنا وكيف عم نختار نكون عم نعيش في قوت كتير حلوة حتى يتهدي كل مرة على فيسبوك وقتها منضل كل الوقت عم نقول انه تركيزنا انه نحتفل بس بإنجازاتنا وقدي اشتغلنا وشو حققنا وشو عملنا وقدي طلعنا ليه كمان ما بيكون احتفالاتنا بقدي قعدنا قدي هدينا قدي عملنا مديتيشن أو تأمل قدي أصغينا لناس من حبهم بحياتنا قدي قدينا أوقات حلوة مع ناس من حبهم بحياتنا هؤل قصص ما بنحتفل فيهم براسنا كمان برمجونا انه الاحتفالات لازم تكون بالإنجازات الكبيرة كل الوقت فنحنا بس نبلش عن جد نرجع لحالنا نصير عم نلاقي انه عن جد هيدا الاشياء that matters مهم النجاح ومهم الاشياء التانية اللي عنا ياها وبدنا نحققها بحياتنا نحنا مش عم نقول للعالم بس عم ندعيون للراحة انه ما تحلموا وما تخططوا بالعكس نحنا بس نهدى فينا نحلم بهدوء أكتر بس نهدى ونقعد بفصل الشتي فينا نخطط بطريقة ونحلم ونشوف ونتخيل حالنا وين احنا بدنا نكون فينا نكون عم نعيش اللحظة وعم نعيش كل النهار بنهاره ونسمع على صوتنا الداخلي نسمع على صوت الله فينا اللي عم بقلنا وين احنا نروح وشو نعمل وشو نحس وشو نشعر وهلأ اي قرار نكون عم ناخد بدل ما نكون قاعدين عم نخطط وخايفين ولازم نحط هيدا البلان وبهيدا الطريقة ومش بهيدا الطريقة وبد نخطط لستة شهر لقدام أو لخمستة شهر أو بد لازم من هلأ كنا عارفة حالي أنا كل السنة شو عندي ما فينا نكون عم نعمل هيدا الشي لأنه بطبيعتنا بنا نعيش اللحظة بطاقتنا بنا نعيش الحاضر نحنا ممنملك بكرة نحنا ممنملك الحاضر التخطيط مهم بس وقتا نكون ماشيين فيه مش عن وعي بس لأنه لازم نعمل هيك وخبرونا لازم نعمل هيك وفيه أجندا لازم نكتب عليها عم نكون نحنا disconnected من حالنا نحنا لازم نرجع لحالنا فصل الشيطة عم بقلنا قعدوا وارتاحوا وارجعوا لحالكم رايحوا جسمكم شفو جسمكم من كتير تعب مرأ فيه كل السنة حلموا خططوا فكروا عيدوا نظر بكتير اشياء بحياتكم وشوي شوي بتكونوا عم تبنوا للبدايات الجديدة بفصل الربيع وللانطلاقات الجديدة بفصل الربيع فكل شي بيروجولنا قالوا أنه لازم نعيشه بسرعة نحط عليه علامة استفهام ونشوف هل عن جد بنسبنا هيدا الشي هل أنا بنسبنا سمعت بودكاست أو سمعت توق أو ريت شي أو شفت شي أو شفت حدا أنجز كتير اشياء وحياته سوبر رائع وسوبر كومبليت وبيوعى هالقدة بكير وبيعمل هيك وبيعمل هيك بيناسبه لقاله فيه يلهمني فيه ياخد جزء من حياته ومن حياته يلهموني بس هل أنا بنسبنا بكل ظروف حياتي يكون عم بعيش بهذه الطريقة ولا عم بحس أنه أنا بدي ارتاح أكتر لازم تنورمالايز مش لازم نختار أنه نحنا تنورمالايز أو نخلي من الطبيعة أنه نحنا نعطي وقت لنحنا نسمع صوتنا لأنه كل حدا منا فيه صوت داخلي كل حدا منا عنده هدف جاي لقاله بهذه الدنيا كل حدا منا عنده شي بده يحققه ما فينا نكون كلنا عم نعيش بنفس الوطيرة أو كلنا بنفس الطريقة اللي فينا كلنا نكون عم نعمله أنه نريح حالنا لنشوف صوتنا الداخلي شو عم بيقلنا لنسمع أكتر الصوت اللي جواتنا لا على أساسه نكون عم نخطط شوي شوي كيف حياتنا بده تكون عم تمشي حتى اختيار كلماتنا وتنسينا عم نقول نحنا أنه أنا مشغولة كل الوقت أو مشغولة كل الوقت أو مضغوطة كل الوقت أو ماني عم بلحق أو نهاري بلش بسرعة وخلص بسرعة كلنا بنستعمل هالكلمات أنا بيقطع لي يمات بحس حال بلاقي حال استعملت هالكلمة بوقف حالي وبستبدلها بكلمة تانية يعني بدل ما أقول I'm busy أو أنا مشغولة كل الوقت أنا منتجة كنت اليوم أو نهاري كان فيه انتاجية أكتر من غير نهار أو أسبوعي كان فيه انتاجية أكتر من أسبوع آخر نكون عم بدل ما نقول أنه مش ملحقين نقول فيه وقت لكل شي نقعد وناخد نفس وتنحس حالنا أنه كل الأشياء صارت سريعة وخلص ما عم نقدر عن جد نلطيق أنفاسنا نوقف نغمد عيوننا وناخد نفس نقعد محل ما نحنا موجودين خمس دقايق لنرجع نخلي الإشياء تاخد واترتها الطبيعية كل هيدا الإشياء كمان نحنا كلماتنا اللي بنستعملها ما فيها راحة مستعجلين كل الوقت مضغوطين كل الوقت عايشين ركد كل الوقت ما بعرف عم نركض ورا شو لأنه برجع لنفس الفكرة تبرمجنا أنه لازم يكون فيه شغل وانتجية ومدخول ونجاح وكل هالأمور لأنه هيدا هي كأنه اللي بتعطينا الهابينس أو السعادة كل شيء لازم يكون لعود كل شيء لازم يكون سريع وكأنه السعادة منا موجودة بالإشياء الهادية ومنا موجودة بالراحة والناس اللي بتضلى عم بترويج لهيدا الشيء كمان هون بدنا نطرح علامة استفهام هل هي عن جد عم بتعامل هيدا الشيء من قلبها لأنه هيدا هدفها بالحياة وهي سعيدة ولا عم تهرب كمان من شيء تاني أو لأنه كمان هي تبرمجت بهيدا الطريقة فكمان عاشت بهيدا الطريقة واعتبرت إنه النجاح بهيدا الطريقة خلينا نرجع للحكم نرجع للسيج خلينا نرجع للأشخاص اللي بيعيشوا مع الأرض ومع الطبيعة منه لناخد الحكم في قصة كتير حلوة عن جدة بتقول لبنتها أو لحفيدتها عم تمرق بسعاب أو هيك بشي فيه كتير تحديات إنه كيف بدي كفة بتقل إنه عملي كل يوم بشغلي بشغلي نهار شيل الغبرة نهار كوني عم بتخيطي نهار كوني عم بتشيلي هالغراطة تحطيه هيدا المحل امشي بالمهمات اللي عندي كيها بنهارك شوي شوي حتى للشوي شوي هو تطور حتى للشوي شوي هو بروجرس وبس نخلص الأمور إذا عم نعملها شوي شوي منلاقي إنه بالآخر أنجزنا ولكن مشينا بوطيرة تشبه شو نحنا عم نحس سمعنا لجسلنا سمعنا لقلبنا سمعنا لنحنا شو عم نحكي جسلنا شو عم بيقلنا تعبنين مش قادر إركض منهدى ومنعمل القصص شوي شوي والمشكلة بتكون أو الاشكالية بتكون وقتها يكون عقلنا اللاوعي أو عقلنا الباطنة تبرمج على كل هيدا الأفكار النهار اللي بدنا نقرر نرتاح ما رح نعرف نرتاح وبيخدنا كتير وقت لنبلش نمرن حالنا أنه أنا بحق اللي ارتاح والراحة هي حق الطبيعي وأنا عم برتاح ما عم بكون كسولة أو ما عم بكون كسولة أو ما عم ضيع وقت لأنه الراسنا أو دماغنا بس يكون تبرمج أنه نشاط 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 كل الوقت بس نقعد رح يحس في شي غلط حتى لو نحنا بحاجة لعطلة أو لإجازة أو لوقت للراحة أو لهلأ بفصل الشتي هنحس في شي غلط تلقائيا رح نخلق أو المانيفست أو رح يتجلق قدامنا شي يخلينا نقوم نشتغل يعني حتى الأم اللي عندها كتير مهمات تعملون لحظة اللي بدأت تقعد ترتاح بتلاقي إنه ابنة بلشبكة وبنت صار عندها طلبات وزوزا صار عنده طلبات وبتصير عم بتنق أكتر على هيدا الموضوع اللي إخدين عطل أو إجازات من شغلهم بيلاقوا إنه بفترة البريك أو بالإجازة في ناس تلفنت لهم من الشغل هلأ أرجعوا على الشغل لأن صار في حالة معينة بيلاقوا إنه صار شي وخربت لهم الفترة الإجازة تبعولهم أو ما استمتعوا فيها كتير أو صار شي بطلت ماشي الإشياء بتناغم هيدا كله لا وعي عنا وعقلنا الباطنة عم بيخلقون ليقلنا إنه الراحة منا شي منيح أو الراحة منا شي صحي ولازم عطول يتتخرب الإشياء يعني منعمل سابوتاج لنفسنا لأنه الراحة كأنه هي غلط وبالتالي بيصير فيه إحساس بالزنب ولنغطي هالإحساس بالزنب ولنحمي حالنا ولنكون ماشيين متل ما تبرمجنا متل ما تعودنا منصير عم بنخلق إشياء بواقعنا تخربت لنا وقت الراحة طبعولنا أو وقت النوم أو الوقت اللي نحن بخصصينه لنرتاح هون بدنا نوقف وناخد نفس ونتذكر ونشوف حتى الأمثل اللي ربينا عليها أمنا وباينا يعني حتى أنا لأنه تعودت شوف أمي عم تشتغل كل الوقت وما بتقعد وما بترتاح أنا صرت مثله يعني أنا حتى وقتها زوجت وصار عندي عائلة كل الوقت لازم انشوز بسرعة لازم خلص كل شي بسرعة عم بعيش تطرت لحد ما للتقطت حالي وانتبهت أنه أنا كنت إلا عيشي عرواق وعيشي بهدو أنا عم بكرر أنا عم بصير مثله كأنه في شي لحقنا لازم خلص كل شي بسرعة لازم إذا عم نضف البيت كل البيت ينضف كله مع بعضه لازم كل الغرف يكونوا نضاف لازم كل شي يكون مرتب محله لازم إذا ظهر محل كل شي يكون محله لأنه منتربك لنا باللوعة براسنا كل الأمياتنا أنه لازم بيتنا يظل نضيف لازم إذا ظهرنا في كتير أميات بيقلوها يعني في ناس أوقات بتعمل نكت أو مزح عليها أنه الأم بتقول إذا توفيت أو إذا صار لي شي لازم بيته يكون نضيف مشان هيك لازم كل شي يكون مرتب كل شي يكون نضيف هو مهم للطاقة وللكلتر أنه يكون كل شي مرتب وكل شي نضيف بس منضمن حتى ضغط على حالنا حتى الكلترينج أو إزالة الإشياء المكدسة مش مضطرين نعملها بنهار فكل هالبرمجات الموجودة براسنا بتخلينا أنه على طول بدنا نعمل كل شي بسرعة ومنصير عم نخرب فترات الإجازة وفترات العطل طبعولنا ومنصير عم نخلق شي خليني نقوم اشتغل ما منعرف يعني ما منعرف نهده منحط فنجان القهوة أو فنجان الشاي منقوم نخترع شي تاني اللي كنا عم نعمله لأنه جسمنا هيك تبرمج وهيك تعود بدنا نقعد بفصل الشطة وناخد نفس ونقل له لجسمنا ولعائلنا لجسمنا أنا بدي أسمع لك ولعائلنا بنا نوقف هذه القصص لأنه منا صحيحة ونبلج نقول أنه أنا بستاهل أني ارتاح بحقلي أني ارتاح من الطبيعة أني نام من الطبيعة أني أهدر من الطبيعة أني أفصل عن العالم السريع وعيش بوطيرة بطيئة وكل ما نمرن حالنا شوي شوي ما نقدر نوصل ما ضروري كمان هالتغيير بيصير بيصرع لأنه عم نعمل شوك للجسم فينا نحضر تدريجيا ومش نوصل لفترة الإجازة أو العطلة طبعا لنا كمان منهكين بيصير الإجازة عم نقضيها نحن ومرضين كمان نكون شوي شوي عم ننتبه على أيامنا كيف عم تمشي لنوصل لإجازتنا مرتاحين ونستمتع فيها ونسمح لحالنا نرتاح الاسترس طبعا عدم الراحة أو هالتوتر اللي عم نخلقوا لحالنا عم بيخلي جهازنا العصابة تعبان كل الوقات حتى وقتها عم ننام عم نعرف النام منطول للنام وبيصير عنا قلق لأنه الدماغنا مبرمج على الشغل كل الوقت كأنه نحن بقرمسنج فيه شيء بعدين لازم نعمله واتس ناكست واتس ناكست لازم يضل هيدا الدماغ كأنه هو شغال كل الوقت مش لهيك في ناس ما بتقدر تنام بسهولة أو بطولة تكون عم بتنام وكمان أنه نحن حاطين التلفونات أو الموبايل بييدنا كل الوقت أو قدام الشاشات هيدا الشيء عم بعزز أنه نحن ما نقدر نكون عم نسمح لساعة الجسم أنه تعمل ستوب وهلأ تحضر حالة للنوم كل هيدا الاشياء هي اللي عم بتبعدنا عن الراحة لأنه الراحة كمان بس قعد ارتاح فينا شيء الموبايل حطوا عجل بقعد ارتاح بس اسمح لزهن يكون عم بيصفل عيوني يكونوا عم بيرتاح ولا ديني يكونوا عم بيرتاح ولا دقات قلبي لا كل شيء يكون عم بيرتاح كل جسم يكون عم بيرتاح مش يكون حتى عاملين الموبايل وعم نعمل سكرول هيدا كمان منه فعليا راحة فينا نعمله لا وقت قصير أو نحط إنه من هالقد لهالقد بس مش كل الوقت نفكر أنه احنا مرتاحين لأنه بهذه الطريقة احنا ما عم نريح جسمنا الراحة هي أنه نفصل عن كل هيدا الاشياء ونقدر عن جد نرتاح ونسمع صوتنا الداخلي أنا الأسبوع الماضي كان في عند نهارين بدي رتب فيهم غرفة ياسمينة وأعمل دي كلاترينج لنشيل الاشياء ما بقى هي عايزتها الهدايا اللي اجتها على كريسماس نصبت القصص بطريقة تكون كمان الطاقة بقودتها أو بغرفتها مرتاحة أكتر بس حسيت حالي إنه تعباني حسيت إنه جسمي بده أكتر يقعد يرتاح فقالت it's okay ما في عنده deadline ما في شي ما في حدا اللي حقن إنه لازم خلصها اليوم أو بكرة للغرفة غيرت كل المخطط وقعدت وقضيت نهار أنا بياها عادنا حكينا لوننا سمعنا موسيقى طبخنا أكلنا لعبنا عادنا مع اللبسينات اللي عنا عملنا كذا شي بس بيريتم أو بوطيرة كتير بطيئة عملناها على نهار ونهارين وثلاثة وحسيت إنه فعليا ارتحت اللي أنا بدي ارتاحه وسمعت لجسمي وبعدنا بعدها بالويك أنا حسيت حالي إنه جاهزة بلش نظيف ورتب وشيل قصص وحط قصص لأنه كمان بدون مجهود وبدون طاقة مني وبدون بياخدوا مني تعب جاس هده كمان فبالوقت اللي عملت هيدا الشي حسيت إنه أعطيتها وقت لقلة قضيت أنا وياها وجزء من إنه أنا أخدت إجازة وطولت الإجازة إنه أعطيها كمان وقت أكتر لقلة نلعب سوى نعمل قصص بسيطة أنا وياها لما كمان هي تضل على فكرة إنه أمي مجغولة كل الوقت وإنه البزينس أو الشغل كل الوقت هو الإنتاجية هو الشي صح إنه نقعد إنه نكون مرتاحين بفترة اللي كان حتى زوجة أخدت فيها إجازة كنت عم بسمح لحالي لأنه هو معا نام أكتر لأنه أنا كمان كان جسمي تعبان بالقيامات العادي النهاري بيبلج ست الصبح حبيه خلاصة 12 أنا عم بحكي كل النهار وعم بشتغل كل النهار وعندي كتير مهمات وعم فوت وإطلع من البيت كذا مرة لأن بيخد ياسمينة أكتر من مرة على نشاطات بتكون عم بتعملون خلال النهارة وبيكون عندي جلسات in between وبيكون عندي شغل البيت وبيكون عندي كل الوقت عم بحكي كل الوقت عم بتحرك آخر 3 شهر حسيت حالي إنه أنا نسيت حالي راح يتقصص في جزء من الروتين اليومي طبعولي راح صرت كتير سريع لكون عم بقدر لب الكل ونسيت حالي هيدا الشي وصلني لشهر 12 أنا منهكة يعني أنا الثاني نهار العيد حسيت بحالة إرهاق كتير قوية لدرجة إنه عن جد ما بقى فيه على إيده وغير إنه أنا كمان كنت بهيدا الشهر عم بنضف جواتي يعني فيه كمان عم بعمل ريليز لجزء من التروم كانوا متعبين لألي جزء اللي كمان خليني مدد إجازة أكتر بشهر 1 لـ 23 إنه كمان أعطي حالي وقت أكتر ارتاح إنه نام أكتر إنه أعود مع حالي أكتر إنه أعمل القصص اللي بحب أعمله بهدوء لأرجع بنشاط أكتر من دون لكون عم بحس بالزنب إنه عم بيخد من وقت حضان بتكون ياسمينا رجعت على روتينا الصباحي كانت بهيدا الأسبوع أنا بيطلع لي وقت أكتر لألي كل هالقصص تقصدت إنه إهدية لنفسي لأنه جسمي بيستاهل وأنا بيستاهل وعشت كل حياتي سريع 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 وأنا حدا بيشغلي وبيوتيرتي عطول عم شجع العالم بطبيعة شغلي إنه نكون نحنا عم نعيش بهدوء فالشي اللي بقوله كمان بدي يكون عم بطبقه بيزبط معي فترات وبيرجع بيقطع مرحلة من السنة بتصير فجأة القصص كتير سريعة بمحل وقت صارت سريعة ما قدرت توقفها لأنه عن جد صار عندي قصص صار عندي انتجية كتير عالية طريت إنه أخد هيدا القرار إنه ستوب لكل شي كون أنا عم بريح حالي عم بعطي حالي وقت لأشفى كمانا من التشافي اللي كنت عم بعمله للقصص اللي مواجعتني عطي حالي أنا كمانا وقت نام أكتر كأن حسيت حالي عم نام عن سبع سنين من وقت ما صار عندي ولد كأنا كنت عم نام عن كتير قيامات بالليل كنت عم بقوعة فيها ما كنت عم نام كفاية كان في عندي طفل كل هالقصص حسيت جسمي عم بيقلي بليز عدا ونامي قد ما بديك وبيحقلك تكون عم ترتاحي فكل حدا عن جد بحاجة يكونوا عم بيعمل هيدا الشي شو ما كانت طبيعة تشغله إمرأة أو رجل وفي وقت حسين بدكن يا لقلكم حطوا ستوب وعطوه هيدا الوقت لقلكم والحياة مكفاية ما نخاف إنه شو رح يصير وش رح يقولوا عنا وش رح يفكروا عنا وغبنا على السوشال ميديا وبطلنا عم نحط بوستات وكل هول التفاصيل منحطها على جنب في وقت لكل شي ونسمع على حالنا ونسمع لجسمنا يرتاح شغلة كتير مهمة وأساسية لأنه إذا ما ارتاح جسمنا ما رح يصير في الامتاجية اللي نحنا بدنا إياها بهيدا الفصل من السنة مهم إنه نبدأ نهارنا على رواء نوع على رواء نوع بهدوء نستيقز بهدوء الصباح نحرك جسمنا حتى الناس اللي معواد على رياضات القوية أو رياضات الانتانس أو المكثفة أو التقيلة فينا بهيدا الشهر نكون عم نخففها شوي شوي فينا كنا عم نمشي أكتر نكون إذا منقدر نوعا وقت الشمس تكون عم تطلع بكون جسمنا كمان عم بيمشي مع الوطيرة بطريقة مرتاحة أكتر نشرب ماء يكون جسمنا بحاجة لماي بهيدا الماي دافية بهالفترة من السنة مثل ما قالت تكون عم ناكل إشياء دافية نهتم بطبيعة أكلنا وبطبيعة نومنا كمان كرمال كلاوينا يكونوا مرتاحين نقعد وقت يكون معنا وقت نقعد حتى الناس اللي بتشتغل برات البيت أو من التسعة للخمسة أو اللي هو كمان عفيكن تكونوا عم تعملوا مهمات نهاركن على رواء يعني كل شي مش ضرورة تكونوا عم تحطوا ضغط على حالكم ومستعجين ولازم نخلص وبس تحسوا حالكم انضغطوا وقفوا خدوا نفس خدوا بريك شربوا شي سخن امشوا شوي حركوا جسمكم أو قعدوا إذا طبيعة جسمكم طبيعة شغلكم تطلب منكم تتحركوا وتمشوا وتكونوا وقفين ارجعوا يكونوا عم بتكفوا بس ترجعوا على البيت منحوا حالكم وقت للراحة مهم إنه ندفي حالنا نحاول حالنا نحط حرامات وما كان بالبيت لنكون بس نقعد نحط حرام علينا لجسمنا يكون دافي قدمينا يكونوا دافيين نحطهم بماء صخن هيدا الشي بيدفينا شهر جانيوري أو يناير هو شهر المخصص لل لالتيبوت بيسموها تيبوت مانث يعني تكون عم نحط بريء الشاي الصخن على النار اسمحوا لحالكم تعملوا هيدا الشي بس ترجعوا على البيت أو تكونوا عدكن أوقات ما عم تشتغلوا فيها أو إذا كنتوا بتشتغلوا من البيت حطوا بريء على النار وعطول بينصح بأنه ما نكون عم نعملهم بالكاتل مش على الكهرباء اللي عنده صوبية أو اللي عنده ستوف أو اللي عنده قصص يعني القديمة بيقدر يكون عم بيصخن بهيدا الطريقة فيكون عم بيعمل هيدا الشي بالحياة اللي ناس اللي عايشين بالمدينة فيكون تكونوا عم بتصخنوا يعني من الأفضل يمكن على الغاز مما يكون على الكهرباء لأنه طاقتهم بتكون سريعة أكتر نحضر قصص هيك نكون عم نشربها صخنة حتى وطمعنا نحضر شاي أو الهربل تي يعني مش تقولي بس الشاي الأسود وأكتر ننصح بالقصص الهربل والفلورل نكون عم نتفرج عليها كيف عم نحطها بالبريق كيف عم تاخد لون كيف عم تسخن شوي شوي الماء كيف عم تغلي عم نحطها عم نشوفها عم تتفتح ناخد وقتنا نكون عم نصب في نجان الشاي نحس بالسخونة نشرب الشاي على مهلنا نرتشف الشاي على مهلنا كل هول القصص بتخلينا نكون نحنا أكتر عم نعيش مع الراحة جسمنا عم بيخدونا على مهل مش عم نسربونا بسرعة مش عم نكون مستعجلين عم نحطونا بالكتل عم نشربونا على الواقف لا نقعد قاعدة الشاي أو قاعدة المت أو قاعدة أي شي صخن عم نعمله كتير مهمة حتى بس نقعد ونشوي كاستنا بس نحمس في السوق بس نعمل نشوي قصص على الناس البلدية عم تشوي قصص على الصوب بطاطا طوم بصل هايدي القاعدة بتخلينا نكون نقاعدين عم نناكي منصف زهن عم نشم ضيحة الاشياء اللي عم نحضرها عم نستمتع أنا عم نكلها عم نحس بسخونتها هايدي كلها هي راحة لقلنا راحة للجسم راحة للروح من جو مهم نعطي حالنا وقت نكون عم نعملها تعلمت أنا وبكطر عملت دورة مع سيدة من اليابان كنت أخذ معها كورسز عن اليين واليونج وعن قصص قدي الشاي نحنا كيف منعمل وأنواع الشاي وكيف عن جد كل نوع أي الأنسب للليل وأي الأنسب للنهار وكيف تكون عم تتفتح الورقة وكيف تعرف وقدي باليابان في وقت كيف نقعد في روتين معين طريقة اللبس وبيقعدوا وكيف الطريقة اللي بيقعدوا عليها والطولة المنخفضة وكبيات الشاي كيف كل واحدة منهم بهذا الكورس اللي أخذتوا عندها حكمة وكيف منشرب على مهلنا وكيف منحس بالإشياء لاتخلينا الرؤفة نعطوه حالكم استمتعوا وعملوا قعدة شاي عزموا الناس اللي بتحبون شخص شخصين أو ثلاث الناس اللي بتحبوا تقعدوا معا عملوا قعدات على الري على الهادة الشوكستنا عملوا الاشياء العاب والألعاب القديمة اللي الناس بتلعبها اللي بتشغل الفكر منذ ما تكون عم بتتعب والي بتعطينا وقت لنروق ليكون راسنا عم بيتحرك بطريقة صح مش يتعود على السرعة هاي دي القصص كتير بتساعد اللي بيحب يقرأ الكتب كمانا كتير بتساعدنا الكتاب بيقويلنا طاقتنا بيساعدنا على التشافى لأنه أول شي عم نحس بالكتاب بريحة الكتاب بريحة الورق في شغف حلو إنه نحمل الكتاب بإيدنا ونكون عم نقله بالصفحات نكون عم نغوص بالقصة اللي عم نقرأها إن كان رواية ولا إن كان شي للسلف هلب أو شي عم بيحكي عن قصص بتساعدنا بعلم النفس ولا بالمساعدة أو التنمية الذاتية أو أي شي أي نوع نحن عم نقرأ منغوص مع الشخصيات منغوص مع الشخص اللي عم بيحكي بالكتاب اللي عم بيشارك قصة حياته منروح على عالم آخر منعيش معهم منصير كأنه نحن بها الحقبة إذا عم نقرأ رواية عن حقبة قديمة منعيش معهم كأنه نحن عم نلبس مثلهم عم نعيش مثلهم عم نلبس مثل تيابهم منصير دايبين مع هول الشخصيات هذا الشي بيخذنا من وقعنا بيخلينا نحلم أكتر بيخلينا نستلهم من شخصيات هول العالم بيعلمنا نفكر نحن بحياتنا مشان هيك أوقات منقرأ كتب منلاقي إنه بس خلصنا الكتاب كأنه تشافينا أو كأنه صار عنا نظرة جديدة للحياة هيدا كله فينا نعمله بفاصل الشتة لأنه منكون هاديين أكتر بكل تسنة فينا نقرأ بس بالشتة في لذة أكتر مع الكنكنة مع الحرام مع فنجان الشاي مع الدفا مع النار في لذة أكتر راح وحتى يعاديين نحن بالسرير منعشية بتاختنا كمانا أنا من الأشخاص اللي إذا عم عم بخلص الكتاب كتير بروح مع شخصيات الكتاب أو مع الفكرة اللي عم بقراها وبصير يعني إذا عم بيخلص الكتاب وصار لازم نام حطيت من كم يوم ستوري عن هيدا الموضوع أنه بين أنه لازم نام ما لازم بقى أكون عم بصهر لأكون عم بوعة مرتاحة وبين أنه بعد صفحة خلينا بدي ألحق شو عم بيصير لأنه عبالي أعرف شو عم بيصير اليوم ما سكت عم بقرا كتاب أنا وناطرة ياسمينا بصف الموسيقى وخلص الصفحة على محل كتير حساس بالكتاب فأنا صلت أنه فيكن الطاولة الصف عدد يقتام بس لأخلص هالصفحة وما عرفت كيف بدي أوصل على البات لأرجع من عشية يكون عم بكفة الكتاب فهيدا الشي بيهدينا بيخلنا نعيش بمحل بعيد عن الضغوطات يعطينا حلم أكتر بيروقلنا طاقتنا بيروقلنا جسمنا بيشغلنا كل حواسنا فإذا بتحبوا تقرؤ وأكتر كتب مش على الشاشة اللي بيحب يخيط صوفي خيط صوفي اللي بيحب يتعلم كيف بيحيك صوف كمان فيكن عم بيعمل هيدا الشي اللي بيحب يلون اللي بيحب يكتوب اللي بيحب يكون عم بيخطط للفجن بورت أبقوله بهيد الفترة من الشهر اللي بيحب يكون بس عم بيتأمل الطبيعة عم بيتفرج على الشتاء على التلج عم بيحط موسيقى فيه ناس بتحب تحط موسيقى أنا من الأشخاص بحب حط موسيقى بس هيك نقعد نشرب شي صخن ونسمع موسيقى فيه ناس بتعمل حركات يوغا خفيفة مثل اليين يوغا فيه ناس كمان بننصح أنه بهالفترة من السنة نمشي عشر دقائق عشرين ديقة بمحل حول بيتنا أو إذا متاح داخل بيتنا نكون عم نحرك جسمنا يعني إذا عم نعمل حركة نعملها على الخفيف نكون عم بس نحس حالنا تعبنا نقعد ونتنفس حتى إذا قاعدين مكان كنين بس هيك ناخد وقت نسمع لدقات قلبنا نسمع لنفسنا نركز على نفسنا هيدا الشي بيروقنا وبيهدينا نشم ريحة الطبيعة حولينا إذا عايشين بمحل مع ريحة الشتاء مع ريحة المطر مع ريحة التلج نشغل حواسنا الخمسة هيدا الشي بيخلينا نروق إذا عنا قلق كتير كتري التفكيري كتير كمان بيخلينا نكون عم نروق نحضر إشياء منحبة نكون هيك عم نعمل إشياء لطيفة حتى وقتها بها الفترة يطلع معنا إذا كنا عم نقرأ كتاب طلع لنا شي بيوجع جواتنا ذكرنا بترومة معينة بقلم معين حتى إحنا قاعدين مع حالنا عم تطلع إشياء قديمة وقت إنه نتحرر مننا كمان نكون رأوفين مع حالنا بدنا نبكي فينا نبكي بدنا نتحرك فينا نقوم نتحرك بدنا نحس بدنا غمره نغمر بعض نكنكن مع بعض كل هالإشياء بتعطينا دفع وبتقوينا وبترجعنا لإنسانيتنا كتير مهم كمان بالشيء نهتم ببشرتنا وبشعرنا لأنه كمان على البرد خاصة اللي عايشين بمناطق فيها برد كتير قارس بيصير في تشققات بيصير في جفاف نضلنا عم نشرب ماء دافيا نضلنا عم نحط مرتبات ما فيها ميواد كيمائية على بشرتنا على وجنا على حوال دينينا على شفافنا حتى شعرنا كيف كمان نهتم فيه هيدا من الأشياء كمان اللي نحنا عم نمشي شعرنا نحنا عم ندلك راسنا فروة رأس كمان هيدا الشيء بيعطينا هدوء لجسمنا نحنا عم ندلك قدمينا عم نحط كمان لما يصير في تشققات بالقدمين باليدين خاصة اللي بيشتغلوا بالمايكل للوقت السيدات نقعد ونحنا عم نحط كريم على إيدينا مش نكون مستعجلين نقعد ونعطي خمس دقايق عشر دقايق أنا بظلنا عم بحط الكريم على وجه أو على إيدي وعم بعطي جسمي عم بقول له شكرا للطاقة اللي عطاني إياها لخلص الشيء اللي عم بعمله رجال ونساء فينا نكون عم نعمل هيدا الشيء نقعد ونرتاح ندلك إجرينا نحنا وقاعدين بالصهرة ندف حالنا نحس يعني نعطي حالنا هيدا الشعور إنه دفع شي حلو الراحة شي طبيعي لقلنا ونستمتع فيه ونحتفل فيه ونكون ممتنين إنه طلع لنا وقت للراحة وقدرنا نخصص وقت للراحة هيدا الشيء فينا يكون نحنا عم نخلقه يوميا بحياتنا ما نقول ما في وقت نحنا منغير الوقت ونحنا منخلق الوقت والوقت هو وهم نحنا على قياسنا فينا نكون عم نفصله مثل ما نحنا عابلنا نكون عم نعيش حياتنا ومثل ما عابلنا نكون فعليا عم نرتاح كتير مهم كمان فكرة أخيرة بفصل الشيطة نتذكر إنه فصل الشيطة بيخلينا يكون بس نتطلع على الشجر ونشوف كيف بيتضمنوا بعضهم تحت الأرض ليكونوا عم بيدفوا بعضهم كمان نكون نحنا عم نتضمن مع بعضنا بما حل منحس إنه فيه ناس فينا نكون عم نساعدها نطبخ لأ إذا عملنا حساء بالبيت نكون عم نعطيهم جزء عم نعملهم طنجرة حساء لقلون إذا عم نعمل شي صخن نقدم لناس بحاجة لشي صخن نترك بسياراتنا حرامات نترك أكل للحيوانات نترك ماء وقتا نشوف في حيوانات الستري آنيملز بمحلات الحيوانات الضالة أو نترك حول بيوتنا اللي عايشين بمحلات نترك أكل للحيوانات نترك ماء هيدا الشي بيكون عم بيخلق أكتر رحمة وأكتر رقفة وأكتر محبة بالدني عم نرفع الطقاط أكتر نتذكر بهيد الفترة بالسنة إنه نحن عم نحضر لمرحل جديدة عم نحضر لفصل الربيع ولبينما ييجي فصل الربيع ما نكون عم نستعجل إشان إحنا بنا نعيش لحظة بلحظة فصل الشتي فكيف ما كنتوا عم تختاروا تعيشوا هيدا الفصل كيف ما كنتوا عم تختاروا ترتاحوا بتمنى أن تكون هيدا الحلقة ساعدية تخففة الإحساس بالزنة بلعند الناس اللي بدها ترتاح اللي بدها تنام اللي بدها تعطي إجازة لحالة بالويك أند برات الويك أند أي إجازة أنتوا فيكن تخدوها بشغلكم بحياتكن تكونوا عم تعملوا هيدا الشي أنتوا مقتنعين أنه هيدا حقكن الطبيعة وتسمعوا لأنتوا قلبكن شو بيقلكم مش للناس حوليكم شو بيقلوا كلون حتى أنا عم بيقلكم هيدا الإشياء إذا بتحسوا في شي ما بيناسب حياتكم بتفضلوا شي تاني تعملوا أنتوا عم ترتاحوا بطريقة تانية فيكن تكونوا عم تعملوا المهم أنتوا تضلكم محافظين على مصدقيتكم بينكم بين حالكم وتكونوا عم بتعيشوا بوطيرة بطيئة وهادي هيدا السنة رح ضلني عم تذكر بكل حلقة بالبودكاست أنه الكلمة لها السنة أنا اللي اخترتها الورد أوف دي يير هي تورست توريلاكس نرتاح ونسترخي ونعيش بهدوء رح ضلني عم تذكر فيها بكل الحلقة بتمنى عن جد تكون الحلقة ساعة دي طاق تحبوا دفع مرتين للكل إن شاء الله مرحلة الشتة بتكون دافية عقلوب الجميع وعم تعطيكم مرحلة لراحة بشكل بتستهلوا وتستحقوا وتهتموا بحالكم وتحبوا حالكم لأنه هيدا الشي اللي عم تمنحوا لحالكم هو حب للذات هو مساحة حلوة عم نخلقها لنقول إنه نحنا نستهر نعيش بهدوء وبروية وبحب وبسلام طاق تحب كتير كبيرة للكم طاق تضفة كتير كبيرة للجميع ارتاحوا بفصل الشتة ارتاحوا بكل أسبوع وليقون الأسبوع اللي جاية بحال أجديد